بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام ورحمة الله وسلم معكم الأستاذ محمد إسماعين مدرس الرياضيات في مدرسة تبارك الخاصة أم بادي زيبد أوجه الشكر والتقدير للأستاذ يونس الرحبي رئيس مجلس الإدارة الذي قام بدور وتخصيص منصة إلكترونية مخصوص لتدريس الطلاب عن بعد خاصة في هذه الظروف الراهنة المتمنين من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن تعمى الفائد على الطلاب وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد إسماعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلاب المرحلة الثانوية إن شاء الله اليوم هندرس درس جديد من دروس الوحدة الجديدة الاحتمالات هنبدأ بالاحتمالات ونبدأ ببعض التعريف عندنا الآتي بيقولي الاحتمال هو مقياس كمي لفرصة وقوع حادث معين ويكون دائما محصور بين الصفر والواحد بين الصفر والواحد يعني لا يكون سالب ولا يكون كمان أكبر من واحد إذا كان صفر بنقول ده حدث مستحيل أو ما فوقش عناصر وإذا كان واحد بيكون اللي هو فضاء الإمكانات اللي هو الحدث المؤكد بعد كده كمان عندنا التجربة العشوائية هي تجربة لا يمكن معرفة أي من نوااتجها الممكنة سوف يقع بالفعل يبقى ده بالنسبة لمين بالنسبة لموضوع التجربة العشوائية بعد كده فضاء الإمكانات لأي تجربة هو كل النوااتج الممكنة للتجربة العشوائية وارمز له بالرمز فا أو أوميجا يعني مثلا على سبيل مثال قطعة النخود إيه اللي فيها صورة واكتابة إيبهية دي يصنعها فضاء الإمكانات حجر نرد إيه عناصره واحد واثنين وثلاثة نقول له فا بيساو واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة هي كل العناصر الممكن حدوثها بعد كده بننتقل للحدث أي حدث هو مجموعة جزئية من فضاء الإمكانات ويرمز له بالرمز حق برضه عشان أوضح الكلام ده يعني مثلا لو جيت قلتلك حاجر نرد فيه واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة طب أنا عايز قلتلك حدث حدوث الحصول على عدد زوجي يبقى مين العدد زوجية نبقى نقول له الحدث في الحالة دي بقى اسمه اثنين واربعة وستة والحدث عموما هو جزء من فضاء الإمكانات مثال نقول المثال رقم واحد بيقول لي اكتب فضاء الإمكانات وعدد العناصر الممكنة اكتب فضاء الإمكانات لكل من الحالات الحالة الأولى يلقى قطعة نقود ثم حاجر نرد زي ستة أوجه السؤال الثاني يلقى حاجر نرد منتظم زي ستة أوجه مرقمة على النحو التالي اثنين واثنين ثلاثة وثلاثة خمسة وخمسة نبدأ في الإجابة في السؤال الأولاني ألف ألف بيقول لي قطعة نقود ثم حاجر نرد يبقى أبدأ بالنقود وبعدين ثم حاجر نرد النقود هي صورة يا كتابة لكن إذا ظهر صورة فممكن الصورة تظهر مع الواحد والصورة تظهر مع الاتنين والصورة تظهر مع التلات والصورة تظهر مع الاربعة حتى صورة مع الست بعد ما انتهي من الصورة امسك الكتابة نفس الشيء كتابة واحد كتابة اثنين كتابة ثلاثة كتابة اربعة كتابة وخمسة كتابة وستة لو بدأ بقطعة نقود ابدأ بعناصر يبقى العنصر الاولاني في الزرج المرتب هي العناصر الموجودة في القطعة صورة او كتاب اما لو بدأ قال لي حجر نرد اه ابدأ بالواحد عموان نبدأ هنا زي ما قال هنا قطعة نقود قطعة نقود صورة واكتابة يبقى كأنه فضاء الإمكانات عبارة عن زي ما تقولنا صد واحد صد واثنين صد وثلاثة صد واربعة صد وخمسة صد وستة كافوا واحد كافوا اثنين كافوا ثلاثة كافوا اربعة كافوا خمسة كافوا ستة لو حبينا نعد عناصرهم يبقى دي معناها انها اتناشر عنصر طب ازاي يجوا قطعة النقود فيها انصرين قطعة النقود فيها انصرين ايه هم اللي هم عندي صورة واكتابة يعني انصرين وحجر النرض فيه ستة بنضرب اتنين في ستة يدينا عدد العناصر يساوي اتناشر بعد كده بننتقل للسؤال بقى ده اجابة السؤال الالف اما السؤال بقى بيقولي الحجر المنتظم زي ستة اوجه الحجر المنتظم اللي احنا عارفين هو واحد واثنين وثلاث لكن هو عمله بهذا الترتيب ان كل الاثنين مكتوبة على وجهين والثلاثة مكتوبة على وجهين والخمسة مكتوبة على وجهين يبقى كإني أنا لما ألقي إيه اللي يظهر لي يتنين يتلاتة يخمس يبقى كإنه هنا عندي الفضاء الامكانات اللي هو يتنين يتلاتة يخمس عددهم واضح انها بيساوي تلاتة بعد كده بننتقل بعد كده ان شاء الله نشوف المثال الاخر عندي مثال بيقولي اكتب مجموعة عناصر التي تعبر عن عندي هنا الف ظهور كتابة والرقم ثلاثة في تجربة إلقاء قطعة نقود ثم حجر نرد بقى ظهور صورة وعدد زوجي في تجربة قطعة إلقاء قطعة نقود وحجر نرد نفس الكلام أما بعد كده بيقولي ظهور عدد زوجي في تجربة إلقاء حجر نرد زي الأرقام اثنين واثنين ثلاثة وثلاثة خمسة وخمسة حنشوف بقى وحدة وحدة ونحاول نفصلها بالتفصيل هذا الحل بداية ظهور كتابة والرقم ثلاثة في إلقاء قطعة نقود وحجر نرد إحنا قلنا فضاء الإمكانية اخذناها في المثال اللي قبله لكن هو هنا عايز بس يظهور كتابة يبقى كتابة وحدد لي الرقم كمان يبقى كتابة وثلاثة بس ما خدش حاجة تانية ما خدش صورة وثلاثة لأنه ما قليش صورة هو عايز كتابة وثلاثة إلا هاخدها بس الكاف وثلاثة يبقى ده بالنسبة لمن بالنسبة لألف كاف وثلاثة كم عنصر فيها واضح أنه هو عنصر واحد اللي هو الزوج المرتب كاف وثلاثة بعد كده عايز صورة وعدد زوجي برضو في إلقاء قطعة نقود وحجر نرد صورة الصورة بتظهر مع بتظهر مع الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة لكن هو عايز صورة وزوجي يبقى صورة واثنين صورة وأربعة صورة وستة وما أخدش الكاف لأنه هو أطلب الصورة فقط يبقى تاني الباء عبارة عن مين بقى صورة واثنين صورة وأربعة صورة وستة بعد كده ظهور عدد زوجي في تجربة إلقاء حجر نرد زي الأرقام الآتين الزوجي أنا دلوقتي في الأرقام اللي هنا لو في حجر نرد عادي واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة بالعدد الزوجية مين العدد الزوجية اثنين أربعة ستة لكن هنا عندي عدد زوجي من الأرقام اللي موجودة عندي أنا يبقى مفيش بس غير هو مين اللي اثنين يبقى الحدث ده هيكون اثني ان شاء الله تكون المعلومة وصلت ننتقل إلى مثال آخر بيقولي الآتي هنا بيبدأ يعرفني هنا على أنواع الحدث الحدث أنواع الحدث عندي رقم واحد حدث بسيط وبيبقى عدد عناصر الحدث هو عنصر واحد فقط أخذين بالكوه وكمان بعد كده حدث مركب ولكن ده بيتكون من أكتر من عنصر أكتر من عنصر يبقى هنا ده بنسميه حدث مركب مكون من أكتر من عنصر من عناصر فضاء الإمكانات أما الحدث المؤكد اللي بيكون فيه كل العناصر موجودة حدث مؤكد مكون من جميع عناصر فضاء الإمكانات وفي الحالة دي إن الحدث بيساوي أميجا اللي هي فضاء الإمكانات أما حدث مستحيل عدم ظهور أي عدد بنسميه حدث مستحيل أو عدم ظهور أي أنصر من العناصر يبقى هنا ده بنسميه حدث مستحيل يعني إيه حدث مستحيل اللي لو جيت قلتلكه حجر نارض فيه واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة لو جينا قلنا عايز أنا حلقي حجر نارض يظهر العدد سبع ما هو أصلا مش موجود فبنقوله ده مستحيل عشان كده بنسميه حدث مستحيل بنتقي إلى بعض العمليات على الأحداث أنواع العمليات أولا تقاطع التقاطع طبعا إحنا خدنا كلمة تقاطع واتحاد وفرق واتحاد اخدناها في المرحلة الأعددة أول شيء عندي عندي حق واحد وحق اثنين يبقى هنا عندي دا عندي دايرة دايرتين ألف وباء وممكن أسميها أحداث تانية حق واحد وحق اثنين ممكن أسميها بهذا الترتيب إنما هنا عندي هنا ألف وباء إيه اللي حصل عندي التقاطع من الجزء المتقاطع الجزء المزلط دا موجود في الألف وكمان موجود فين في الباء فبنقول تقاطع الأحداث تقاطع الأحداث بجساوي بنسميها التقاطع عملية التقاطع هو وقوع ألف واباء معا ونسميها ألف تقاطع وباء وقوع ألف واباء معا يبقى كلمة و هي دي اللي بتعبر عن مين تعبر عن عملية التقاطل بعد كده بننتقل يبقى كأنه ده التقاطل الأهداس وقوع الحدثين معا ممكن بنفس اللفظ هي دي معناها تقاطل أو تعبر عن و يبقى ألف وباء يبقى معناها تقاطل حق واحد وحق اثنين دي معناها ايه تقاطل وقوع الحدثين معا معناها تقاطل بننتقل للحدث الثاني اللي هو بعد كده الاتحاد الاتحاد عندي ألف وباء أو حق واحد وحق اثنين مفيش مشكلة فهنا واضح إنه مظلل كله يعني جميع عناصر ألف وجميع عناصر باء ولكن بدون تكرار جميع عناصر ألف وجميع عناصر باء بدون تكرار وده بنسميه اتحاد الأحداث هنا الآدي هو حدث وقوع ألف أو باء في اللي فات بص كده في اللي فات ألف و باء في فرق بين إيه ألف أو باء وألف و باء في التقاطع و في الاتحاد أو ألف أو باء أو كلاهما وأو ممكن يكون حدوث أحدهما على الأقل حدوث أحدهما على الأقل أو احتمال النجاح كل ذي تبقى بعض المصطلحات اللي بتدل على كلمة الأهداث بعد كده بننتقل إلى كمان يبقى نقول له ألف اتحاد باء يقو أحدهما على الأقل أو اللفظ أو تعني بالاتحاد وممكن نقول نجاح أحدهما على الأقل أو أحدهما على الأقل ده بالنسبة لمين بالنسبة لموضوع أو كلاهما كل ده معناها تعبر عن عملية الاتحاد بعد كده بننتقل للحدث المتمم الحدث المتمم الحدث المتمم اللي هو بهذا الترتيب اللي هو أنا عندي الحدث ألف اللي هو الدائرة البيضة اللي جوه دي المتمم اللي هو خارج الدائرة داخل داخل الفاء وحتى اللي هي بنسميها اللون الوردي اللي عندنا مكتوب عليه ألف شرطة هو ده اسمه الحدث المتمم يعني عدم حدوث ألف عدم حدوث ألف يعني أي عنصر من الألف لا لكن باقي العناصر بتاعت فضاء الإمكانات هي بنسميها عناصر الحدث المتمم يبقى ألف إذا كان ألف حدثا في فضاء المتمم فإن عدم الوقوع تمثل بشرط بعد كده بننتقل إلى الآتي في الفرق بين حدثين لو عندي فرق بين حدثين أدي هنا واضح أدي الدائرة الكبيرة المستطيل ده اسمه فاء يعني دائرتين دائرتين متقطعين اللي هي ألف وباء اللي هي لكن المظلل اللي موجود في ألف فقط ما موجود منه جوز في باء يبقى دا نقوله ألف فقط ألف فقط أو بسميه ألف فرق باء أو ألف نقص باء دا اسمه الفرق يبقى الموجود في ألف وغير موجود في باء يبقى هنا ألف نقص باء أو ألف فرق باء أو ألف فقط كل دا معناه حدث الفرق هو حدث وقوع ألف وعدم وقوع باء أي حدث وقوع ألف فقط بعد كده بننتقل حدثان منفصلان منفصلان يعني ما في أشياء مشتركة بينهم أو التقطع بنقول في الحالة دي بيساوي 5 دول حدثين منفصلين الألف تقطع بقى بيساوي 5 بيقول لي ألف و بقى حدثة منفصلين أي حدوث أحدهما ينفي الآخر يعني غير مرتبطين يعني ألف وبقى مفيش عناصر مشتركة بين ألف وإيه بقى بيسمهم حدثين منفصلين وفي الحالة دي التقطع بيساوي 5 بعد كده معنا المثال القادم المثال بيقول بيقول لي في تجربة إلقاء حجر نارد زي 6 أوجه إذا كان حق واحد طبعا من حدث من عناصر إلقاء حجر نارد الحدث قال لي 5 و 3 و 1 ده يمثل مين يمثل عدد الفردية ماشي كمان مديني حق 2 6 4 2 يعني كأن حق 2 دي تعتبر تمثل عدد الزوجية حق 3 4 3 2 عندي أربع عناصر أربعة 3 ده ممكن تبقى العناصر المحصورة بين 1 و مثلا 5 بعد كده بيقول لي إيه وجد كل ما يأتي عايز المطلوب الأولاني حق واحد متمن و حق واحد متمن باتحاد حق 2 و حق 2 تقاطع حق 3 وبعد كده عندي حق واحد تقاطع حق 2 و عايز حق واحد فرق حق 2 ده المطلوب الأولاني و المطلوب الثاني بيقول لي هل حق واحد و حق اثنين متنافيا هنشوفهم طبعا طبعا عشان عارفهم متنافيا لازم أجيب عناصر حق واحد و حق اثنين نشوف فيه عناصر مشتركة لو فيه عناصر مشتركة بمش متنافيا لو ما فيش عناصر مختلفة سميه متنافئ بعد كده يقولي هل حق 2 وحق 3 الدول متنافئا بعد كده نبدأ نشوف الحل ايه المطلوب في الاولاني حق 1 المتمم الجميع عناصر فضاء الامكانات مين عناصر فضاء الامكانات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 دي فضاء الامكانات لكن حق 1 المتمم يبقى ما يكونش فيهم لخمسة ولا ثلاثة ولا واحد يبقى مين العناصر المتبقية يبقى كأنه عندي حق 1 المتمم ليه 2 و 4 و 6 بعد كده المطلوب الثاني يقولي حق 1 متمم اتحاد حق 2 يبقى هنا دي معناها كل عناصر حق 1 المتمم اللي لسه أنا أجيبها دلوقتي ونضيف عليها عناصر حق 2 يبقى نكتب هنا حق 1 اتحاد حق 2 بنفق بهذا الترتيب اهو هنقول هنا القاتي حق 1 متمم اتحاد حق 2 متمم عوضنا عن حق 1 المتمم ب 2 و 4 و 6 اتحاد حق 2 زي ما هي موجودة من دهالي 2 و 4 و 6 اتحادهم معناه كل العناصر اللي هنا وكل العناصر اللي هنا واضح ان هي نفس العناصر فبنقوله 2 و 4 و 6 2 و 4 و 6 يعني كأنه يقصد بها احتمال حق 2 بعد كده المطلوب اللي بعد كده عايز مين عايز حق 2 تقاطح حق 3 حق 2 تقاطح تقاطح حق 2 حق 2 اللي هي 6 و 4 و 2 و حق 3 و 4 و 3 و 2 بيقول لي تقاطح هل في مشترك بين 2 و 3 6 و 4 و 2 و 4 و 3 و 2 يبقى فيه ايه بقى عندنا لحظ فيه عنصرين مشتركين اللي هو ال 4 و ال 2 يبقى كأن التقاطح بينهم هو ال 4 و ال 2 ايه بقى حق 2 تقاطح حق 3 بيساوي ال 4 و ال 2 بعد كده بننتقل للجزء اللي بعده حق 1 تقاطح حق 2 هل فيه عناصر مشتركة بين حق 1 و حق 2 حق 1 و 3 و 2 حق 2 و 6 و 4 و 2 مفيش عناصر مشتركة مشتركة بين الاولى والتانية فبنقوله في الحالة دي ان حق 1 تقاطح حق 2 بيساوي مين فاي يبقى عندي هنا بعد كده حق 1 تقاطح حق 2 بيساوي فاي بعد كده السؤال الاخير في الجزء الاولاني حق 1 فرق حق 3 يعني يعني الموجود في حق 1 فقط وغير موجود في حق 3 ايه اللي موجود في حق 1 وغير موجود في حق 3 نبسك عنصر عنصر الخمسة موجودة في حق 1 هل موجودة في حق 3 لا يبقى هو خمسة طب الثلاثة لا ما ينفعش يبقى انا اخدها لانها موجودة في حق 3 طب الواحد مش موجودة يبقى كأن اللي هاخدهم هي خمسة و واحد يببะ كأنه بعد كده عندي حق واحد ثقة وحقاتين حق واحد فرج حقاتين فآثرت الكثير من ناتج السؤال الثاني تقول هل حق واحد وحقاتين دول حداثين متنافيا ام لا يبقى هنا يعني عشان اوركي حق واحد ثقة والثقة والثقة SoFi جبناها قبل كده فين التقة بحق واحد حق وثقة situación جبناها قبل كده في السؤال قبل كده أن التقطع بتحقق واحد 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 أثنين فاي طالما تقطعهم فاي يبقى دول بutilصمهم حدثين متنافيا يبقى حقق واحد واحد وحقق أو حقق أثنين حدثين متنافيا نفس القصة حقق يعني حققثير فين حقق أثنين وثلاء فاي تقطعهم فاي نحن جيبنا أبل كده فيه نقاط مشتركة federكترون عمر 3 طالما فيه federكترون عمر 3 اثنين وثلاثة أربعة لا تسوفى يعني في في أعناصر في الحالة دي بقوله نحاق واحد حاق اثنين وحاق ثلاثة لا غير متنافية يبقى حاق اثنين وحاق ثلاثة غير متنافية ان شاء الله تكون وصلت المعلومة وان شاء الله بعد كده بعد التعريف بيقول لي تسمى نسبة عدد مرات ظهور الحادث ميم الى عدد مرات اجراء التجربة اللي هي بس عدد عناصر فضاء الامكانات لو عندي عدد مرات الحدث على عدد مرات فضاء الامكانات بيسميها ميم على نون في الحالة دي ده بالنسبة لمنوضوع الان شاء الله نشوف المثال التاني مثال بيقول لي سحبة بطاقة عشوائي بين بطاقات مرقبة من 5 الى 24 يوجد احتمال ان يكون واحد رقم البطاقة المصحوبة عاد ان يقبل قسمة على 5 بقى رقم البطاقة المصحوبة عددا من مضاعفات العدد 6 ويقبل قسمة على 8 هنبدأ نحل اول شيء نكون عارفين سحبة بطاقة من بين بطاقات مرقبة من 5 الى 24 معناها بتبدأ من 5 الى 24 حتى لو انت بالعدد كده نعد مع بعضين ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلات وعشرين اربعة وعشرين حبيت عدهم هتلاقيهم عشرين عدد يبقى عدد عناصر فضاء الامكانات اللي هو عشرين ادى ننفى بسوعة عشرين بعد كده رقم البطاقة النصحوب يقبل قسمة على 5 مين من الاعداد دي بيقبل قسمة على 5 هنبدأ احنا من الخمس نبدأ بالخمس يبقى خمس وعشر وخمستاشر وعشرين بعد كده كام خمسة وعشرين ينفع اه لا لانه ايه اكبر من الاربعين مش هناخده يبقى هما فعلا زي ما تقولتم فضاء الامكاناء الحدث عبارة خمس وعشر وخمستاشر وعشرين هقول له حقه يساوي خمسة وعشر وخمستاشر وعشرين هما دول عناصر الحدث بعد كده عايز اجيب الاحتمال عدد عناصر الحدث كم عدد عناصر الحدث واحد اثنين ثلاثة اربعة على عدد عناصر فضاء الامكانات على عشرين يبقى كأنه احتمال الحدث عبارة عن اربعة على عشرين لو قسمناهم باستخدام الالة هل ناتي يديني واحد على خمسة بعد كده بننتقل للجزء الثاني من السؤال بقول لي رقم بطاقة مسحوب من مضاعفات العدد ستة ويقبل القسمة على تمانية ايه الاعداد اللي ممكن يقبل القسمة على ستة وتمانية في نفس الوقت يبقى هنا اللي هو طبعا مضاعفات الستة معروفة انها ستة اتناشر تمنتاشر اربعة وعشرين كأن من العدد اللي قلناهم دول اللي ينفع اللي يقبل على العددين الستة والتمانية هو العدد الوحيد اللي هو كام اربعة وعشرين فبنقوله في الحالة دي اللي هي طبعا عندي نون فاق هنا بأربعة بأشرين أما الحدث عبارة عن 24 يعني عنصر واحد فقط طب عايز احتماله يبقى واحد وخلي بالكم ده لو حبينا نقول نوعه بنسميه حدث بسيط يبقى واحد على نون فاق واحد على عشرين يبقى نقوله احتمال الحدث بيسوي واحد على عشرين وبكده نكون انتهينا من السؤال ده وبعد كده ان شاء يكون لنا لقاء تاني في حلقة قادمة وإلى أن نلتقي لكم منا أطيب الأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم سالمين وبكده الحمد لله نكون انتهينا من شرح الدرس لذلك ونتمنى من أفضل الله أن يكون الطلاب استفادوا من هذا الأمر وان شاء الله هنتواصل اتباعا على منصة تبارك التعليمية في عرض باقي الدروس بإذن الله تعالى وان شاء الله هيكون فيه واجبات ملتبطة بالدرس وواجبات تانية هن شاء الله هنحملها على الإيميل بتاع المدرسة والمطلوب من الطلاب أن يتبعونا في هذا الأمر ونتمنى من أفضل الله الاستفادة لنا وليكم وأترككم في النهاية في رعاية الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر